اللي حصل بقى وشجع الناس جداً إنها أنا على مدار اليومين اللي فاتوا مش بس سمعت انتقادات ولا قريت انتقادات لكن كمان سمعت حلول وقريت حلول من استشاريين كتير جداً تقولك إنه حل مشكلة الطريق الساحلي 1-2-3 إذن في حل فخلاص نهدى ونرتاح والحاجة اللي شجعتنا أكتر أنا شخصياً يعني لما عديت من الطريق قلت اللي هي محاولة جيدة جداً لكنها غير موفقة تماماً وأعتقد أنه ده كان رأي الرئيس عبدالفتح السيسي النهاردة لما تفقد أعمال الإنشائية لتطوير عدد كبير من المحاور وطرق في القاهرة الكبرى وأيضاً جولة الرئيس تضمنت سير العمل بتطوير كورنيش المؤطم فضلاً عن مجموعة من المحاور مؤدية لهضبة المؤطم الرئيس اتكلم خلال جولته عن المتابعة الشخصية للأراء وللملحوظات اللي تقالت بشأن طريق الساحل الشمالي اتكلم سيادته بأنه سيتم الانتهاء من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات من الحاجات المهمة جداً أننا لما نتكلم عن طريق ومحاور مرورية كتيرة تجربتك في الشارع تجربتنا كلنا في الشارع تغيرت تماماً من فكرة سرعة الوصول من مكان لمكان سلاسة الوصول من مكان لمكان إذن لما نتكلم عن طريق الساحل الشمالي وأنه ممكن يتم تدارك الأمر ويتم رجوع فيه لخبراء واستشاريين متخصصين دي حاجة مهمة جداً زي ما بقول لحضراتكم كده اللي تم من تطوير في الطريق ينفع نقول أنه نص الطريق لأنه فيما بعد المنطقة المزدحمة بالقرى السياحية والانتداد لحد ما تروح لسه ما تمش الانتهاء منه فيمكن تدارك الأمر آه يمكن تدارك الأمر حتى اللي تم بنائه ينفع جداً أننا نقول أنه بس يتم تعديل المسارات اللي فيه عشان تبقى أكثر أماناً للناس لكن سيتم استخدام نفس الطريق المتسع اللي بيتسع العدد كبير من السيارات الفكرة صدقوني في أننا نحصي المكاسب طول الوقت المكاسب حتى وراء المشكلات فيه مكاسب حقيقية ففكرة أننا نتناقش وأننا ناخد وقتنا وأننا نسمع لخبراء واستشاريين أكتر وده المكسب الحقيقي دي ممكن نكون كسبناه من الأزمة اللي حصلت على الطريق الساحلي ونتمنى السلامة لكل الناس اللي بستخدم الطريق والحاجة بقى اللي نفسنا نقولها بقى لإدارة المرور في بداية صيف وبداية موسم إحنا عارفين أنه قلبنا بيتوجع على أي حد بنشوفه من المشاء اللي بيعبروا الطريق من العربيات اللي بتعدي بسرعة تشديد الإجراءات المرورية الصرامة المرورية مش بس في السرعة الزيادة لكن في كسر الحراط نفسي قوي نبقى في مصر نوصل اليوم أنه نفهم أنه الخطوط اللي في الأرض عشان نمشي جواها مش عشان نمشي عليها ونفهم قوي أنه كسر الخط المتصل ده دي مخالفة مرورية وأنه التعامل مع القيادة بشكل عام يبقى بشكل أكثر وعي وأكثر صرامة من إدارة المرور وأعتقد أن ده جوزء كبير من حل الأزمة اللي احنا كلنا متلخبطين فيها